ومن نفس الصفحة الأولى منشط تاني انتخابات الاعادة إقبال ضعيف وتجاوزات مكررة الإقبال ضعيف طبيعي بعد الجولة الأولى بيخرج حوالي 120 مرشح أو 100 مرشح في كل دايرة لو افترضنا أن كل مرشح كان له ألف نصير مشيروحه هتبقى طبيعي أنه تبقى الانتخابات بهذا كمان الأمور لأنه الانتخابات في الاعادة بتبقى عدد المرشحين قليل بتبقى سلسة هو النجح كان كرسي واحد آآ لا بتسع عدد المقاعف الأخير أنت بتخش تختار من ورقتين اتنين كل ورقة فيها أربع أسماء فبتم المسألة بثلسة ما بيحصلش التزاحم فطبيعي التجاوزات الحقيقة برضو هي تظل في حدود كده زي ما قالوا يعني مرؤبين الأجانب يقولوا أنها مخالفات طفيفة لا تمص بجوهر العمليات هل ممكن نقول أن المخالفات أقل من المرحلة الأولى؟ يعني احنا الحقيقة 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 لأنه ما فيش رصد دقيق يعني احنا ما لكن المخالفات في العموم في العموم هي مخالفات أخطاء بشارية ما هيش مخالفات منهجية وما هيش ما تعكس أي إرادة في التلاعب وما تأثرش على النتيجة النهائية ما حدش ينفع يطلع يقول أنه خسر لأنه كانت فيه تجاوزات ممنهجة أثرت على النتيجة ممكن تفرق ألف صوت ألفين صوت لكن لما بنتكلم في دا يرفعها ستمائة ألف وسبعمائة ألف صوت ما تبقاش لا بس برضو استعدام الدعاية الدينية يعني برضو لا قبل أي مرشح بيعرض برنامج أو قيمة بتاعرض برنامج أمام أنه الدعاية الدينية هيتحمل المسئولية جزئيا في الموضوع ده الأحزاب المدنية والليبرالية لأنها لا تبزل الجهد الكافي في توصيق هذا الكلام لماذا لنلجأ للقضاء؟ نجهز ملف في هذه الوقاع ونقدمه للقضاء ونرى وأنا أتقديره ونضغط كمان في اتجاه أنه يتم تفعيل هذا الكلام فيه قانون بيحزم بيجرم استخدام الدعاية الدينية لكن الحقيقة أنه ما فيش طرف المتضرر أكسل من أنه يبزل جهد علشان يرين هذا الشخص اللي قام بهذه الدعاية الدينية؟ طيب ما تعليقك على يعني الإلغاء اللي انت خبات في بعض اللجام إلغاءها خالص ما نقولك دي أخطاء يعني في أصوان مثلا الموظف اللي بيكتب القوائم بدل ما يكتب قايمة الأحرار كتب المصرين الأحرار يعني فبقى حزب مختلف خالص عن الحزب يعني دي كلها الحقيقة عشان برضو يعني دايما نحط كل حاجة في السياقة يعني لا يجب أنه نضخل يا فنم فيه قيل قيل أنه فيه تزوير يعني حصل تزوير في بعض حصل تزوير وقلنا في البراجيل بس ما هو أنا أنا بقول لحضرتك عندما لا تكون هناك إرادة إرادة رسمية بالتزوير وعندما يكون الأمور الدائرة واسعة قوي فتبقى لما تبقى لجنة في البراجيل فيها ألف صوت حصل فيها تزوير يعني ما يدفعش عشان ما نشويش صورة الانتخابات الحالية للانتخابات تصير بصورة جيدة المشكلة فاندي بأن الطعون كثيرة جدا حتى الآن والدعوات المرفوعة كثيرة جدا حق التقاضي حق ما تقدرش تتقيده زي حق التظاهر كده حتى لو أنت مختلف مع المظاهرة لكن في الآخر ما تقدرش تقوله زم مظاهرة سلمية ما تقدرش تتكلم فيه نفس الكلام التقاضي حتى لو أسيح استغلال حيزة الحق فالحق في التقاضي حق مطلق يعني عام 2011 يسجل رقما قياسيا في الكوارث الطبيعية كشف تقرير لشكل تميس يسرين العام الحالي سجل رقما قياسيا في عدد الكوارث اللي حصلت في العالم كله احنا بالنسبة لنا عام سعيد عام الصورة الحقيقة مهما كان كل المشاكل اللي مرنا بها لكنه عام هو عام الصورة هو عام الفرح عام عظيم يعني المصري اليوم صفحة الثالثة آخر خبر معنا مسؤول إسرائيلي تفاجأنا بقبول حزب النورة الحوار مع ذات الجيش الإسرائيلي والتضارف في التصريحات حول الحوار نفسه وأنه قالوا أنه لما عارفوا أنه إسرائيلي قفلوا السكة في وشه في حين أنهما بيقولوا لا هو كان مستقبل الموضوع الحقيقة أنه نحن كمان تفاجأنا سواء من فكرة قابول الحوار مع الإزاع الإسرائيلية أو المحتوى بتاع الحوار لأنه كان يعني يعكس قدر عالي من البراجماتية والنضج في كل الأحوال بالراجل دكتور يسري حمدي الحقيقة بدأ من أول أنه لن يتدخل فيه ارتداء السائحين الأجانب للبكيني على السواحل وصولا بأنه هيحترم معاهدة السلام مع إسرائيل فهو كان الحوار مفاجأ بالفعل أستاذ أشرف البرباي رئيس قسم الأخبار جاية الشروق نوارتنا يا فندم شكرا وأنا تمنى سنة 2011 تكمل على خير على خير إن شاء الله شكرا مشاهدنا دي كانت نهاية فقرتنا نتمنى أنه في اليوم التاني لجولة الاعادة للجولة التانية لانتخابات برلمان 2011 ما بعد طورة 25 يناير كل الناس تنزل فيها أرجوكوا كل واحد صوته مهم ويؤثر في مستقبل مصر فقرتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعون